السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء ثمانية أيار مايو القمر اليوم موجود في برج الثور وفي نهاية اليوم أو عند منتصف الليل بنتقل القمر لبرج الجوزاء إذن اليوم حديثنا رح يكون عن القمر أنه موجود في برج الثور ولازم لكن لازم أنه أنبه أو أنوه لعملية الانتقال إمتى رح تكون رح تكون عملية الانتقال الساعة 11 و19 دقيقة مساءً مساء اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيج يعني بالأردن بدنا نزيد عليها ثلاث ساعات يعني إحنا بنحكي ساعة ثلاثة ثنتين وثلث الفجر يعني منفجر يوم الخميس بعدها بنتقل القمر لبرج الجوزاء القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة يعني سيئة لا تصلح إلا الأشياء الضارة أو للعداء أو المشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد في هذه الفترة لغاية الساعة 58 و59 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأعمال أو الأسحار أو الأورام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر الآن بما أنه اليوم برضو موجود في برج الثور بنصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور دائما منحكي أنها فترة جيدة للتوفير توفير المال أو شراء عقار أو استئجار عقار أو صيانة عقار أو مناسبات عائلية أو قضاء وقت ممتع في المنزل أما بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ساعة ثنتين ودقيقة صباحا بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية ومناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنح للجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ولكن لبطء حركة القمر وحركة الشمس مع بعض فإذا زاوية الاقتران هاي رح تستمر لغاية ما بعد منتصف الليل وهي بداية الشهر الجديد تعتبر زاوية الاقتران ولكن ولادة الهلال ما بتكون لغاية ما بعد منتصف الليل إلى يولد الهلال منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس أي زاوية رح تكون الساعة 11 و18 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك كمفاجآت مثلا بشكل إيجابي تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 24 و29 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول يعني أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ومنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة التسعة وأربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ الساعة التسعة وأربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأربعاء ورح يستمر لغاية الساعة 11.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلص بنتقل بيستقر في برج الجوزاء فعشان هيك في ساعات ما بعد منتصف الليل منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وممكن يعني يكون من الصعب تصدق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لعلها ولكن مراجعات طبية أو إذا شعرنا بشيء غير اعتياذي راجع الطبيب عنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدراقية واللوزتين وتفاحة آدم هاي هي الأعضاء أما باقي أعضاء الجسم فطبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزيد أيضا لآخر يوم لغاية ساعات يعني ما قبل الاقتران أنا بنصح في هذا الموضوع يعني لغاية ساعات العصر ما بعد ساعات العصر ما بنصح في هذا الموضوع يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه راح ينتقل لبرج الجوزاء خلو المسار القادم بيبدأ الساعة وحدة وثمانية واربعين دقيقة من صباح يوم السبت وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر يعني هو ما بنقدر نقول أنه الهلال ولكن هو القمر الجديد عمره تسعة وعشرين يوم الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا بصير زاوية الاقتران ما بعدها فإذا ندخل في اليوم الثلاثين نهاية اليوم يعني الساعة اتناعش منتصف الليل بتصير نسبة الإضاءة واحد بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد بنسبة مية في المية الآن ساعة المساء بصير سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الثور ورح ينتقل للجوزاء ورح يضل في الجوزاء حتى يوم احدى عشر خمسة سعيد الآن بنسبة 70% ساعة الصباح سعيد بنسبة 30% عطارد في الحمل حتى يوم 15.05 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23.05 سعيد الآن بنسبة 15% ولكن ساعاته ظهر بصير سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 9.06 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25.05 بعد أن ينتقل للجوزاء منتحس الآن بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.06 بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1.09 بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2.07 بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2.09 بعدها يرجع للجدي في يوم 2.09 ويكمل تراجعه في برج الجدي منتحس طبعا اليوم بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة والتركيز رح يكون على المجهود الشخصي أو على العمل الإضافي أو على الدعم الخارجي وبإمكانك إدخال تحسين على ميزانيتك ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرى بتوظيف الأموال بل دقيق بالتفاصيل بتطمع خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفاعل برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط خلال هذا اليوم وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة أهم أيضا بتتشجع لمواجهة واقع صعب أو مواجهة شيء أو حدث وبإمكانك أنك تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة لأن الطاقة عالية جدا وبتنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا لآخر يوم يعني بدك تتحمل لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب وبالانتقار رح يكون في ساعات المساء المتأخرة فعشان هيك هذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا أن تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وما توقع على عقد وما تبدأوا عمل جديد لأنها فترة فارغة من الحظ وحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء لغاية ساعات المساء أو لغاية يوم الغد بيكون أفضل لا يوصل القمر لعندك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدهم يحاولوا قدر اليوم قدر الإمكان اليوم منهم ينجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة لأنه ابتداء من يوم الغد القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب اليوم استفيدوا من علاقاتكم الاجتماعية واستفيدوا من أصدقائكم ومعارفكم لأنه اليوم بتصعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن يفاجعكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أهم شنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وأبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شنك ما تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط كثيرة كبيرة لكنها فترة مهمة وما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك بدك تسيطر على أعصابك وما في دعي للمغامرات والمجازفات وما تبادر بأي عمل ممكن إنه يشوه سمعتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم ممكن يصلكم خبر من خارج البلاد أو تنجحوا بالسفر والاتصالات والحوارات والامتحانات أيضا وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وبتزيد فرص النجاح عندك بشكل كبير هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وممكن يتجاوب بعض الأطراف معك أو تسمع خبر كنت بتنتظره جيدة أيضا للأمور اللي تتعلق بالاستيراد والتصدير برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل التركيز على الأموال المشتركة وهي فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض ولكن برضو بتظل بدك تحذر من الأمور اللي تتعلق في بنك بضريبة بتأمين بأموال الزوج أو الزوجي وما تجازف بأي مغامرات مالية واحذر من النصابين والمحتالين وحاول قدر الإمكان إنه اليوم تحاول تتمم كل الأوراق والمعاملات اللي ممكن إنه يكون بدها توقيع من المؤسسات أو المراجع المعنية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل التركيز اليوم على موضوع الشراكة القمر موجود مقابلك تماما فعشان هيك بدك تنتبه هذا اليوم جيد لا تعاون من طرف ثاني مع الشركاء خلصة الزوج زوجي شريك عمل أو بإمكانك تعزيز العلاقة معهم ولكن بدك تتجنب الإنفعالات اللي ممكن إنها تخفي عداوة لسيما مع الإدارات ومع المسؤولين وإحذر من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك رح تكون خاسر لأن خصمك اليوم قوي وشرس وانتطاقتك ضعيفة ومتسرع أيضا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بدك تحاول إنك تتمم أعمالك الضرورية والمهمة وتركز بشكل جيد على الأعمال المهمة لإتمامها وإنهاها ورغم إنه العمل كثير عندك إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه أهم شيء إنك تنظم أيضا جد والغذاء تأخذ قسط كافي من الراحة وما تلتهي بالأمور الثانوية ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية وما تضطر للعمل وقت إضافي أيضا حاول إنك ما تدخل بأي نقاش أو حوار ما بينك وبين زملائك بالعمل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم يعتبر أيضا من الأيام المميزة فبترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو ممارسة هواية أو التقارب من الأحبة أو من الأبناء أهم شيء إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت للأحباء تنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح للشؤون الشخصية بأنها تأثر عليك بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز أيضا اليوم على الأمور البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسألة عائلية أو مناسبة أو حدث أو صحة أحد أفراد العائلة أهم إش إنك ما تترك أي شخص يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك وخصوصا إذا كانت أعطال منزلية أو حدث عائلي خاص وحاذر من الخلافات ما تضخم الأمور تبدو مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما وأيضا بعض موليد برج الدلو ممكن يكون عندهم سفر أو ارتباط أو وعك صحية بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم أيضا وبرضو بظل في اهتمام بالسيارات والتكنولوجيا وهذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو تنقلات كثيرة بيكون عندك واتصالات وبيكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تحاول أنك تحافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة أيضا وحصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة بديهة قوية جدا وقدرة على الإقناع وأقود قوة الأفكار والأعذار فعشان هيك لازم تستغل هذا اليوم قبل ما ينتقل القمر للبيت الرابع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر